اشتركوا في القناة والقمر في حسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان وأقيل الوزن بالقسط ولا تغفر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ومن نقلدات الأكمام والحب بالعصف والروحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى المحرين يلتقيان بينهما برزق الله بغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الأقلق والأخجر فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فال ويبقى وجه ربك ويبقى الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوه من في السماوات والقر كل يوم هو في شحح فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والقرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسسطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عنهم ذمهم به إنس ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيحفظوا من مواصر والحفظان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقفون بينها وبين حميان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو إن حاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل ذاتها سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن حاف مقام ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن عدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا من ضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاتمة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الحيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متجين على رفرة حذر وعلى قرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والذكرى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان وأقيل الوزن بالقسط ولا تغسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ومن مقودات الأكمال والحب بالعصف والرمحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفقران وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج المحرين يلتقيان بينهما برزق الله بغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الأقلق والأفجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشأت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوه من في السماوات والقرق كل يوم هو في شحر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والقرض فانفذوا لا تنفذون إلا بصدقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذهم به إنس وناجاب فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيحفظ بالنواصل والحفدان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميئان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو إن حاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاتهة سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطاء ما من استبرق وجن الجنتين دا فبأي آلاء ربكما تكذبان إن حاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن عدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لها الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاتهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقروا في الميزان وأقيل الوزن بالقسط ولا تغفر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ومن نقودات الأكمام والحب بالعسط والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالففرا وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج المحرين يلتقيان بينهما برزق الله بغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك أي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوه من في السماوات والقر كل يوم هو في شححح فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفقوا من أقطار السماوات والقرض فانفقوا لا تنفقون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالتها فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عنهم به إنس ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقفون بينها وبين حميئان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو أن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مددين على فرشه بطا ما من استبرق وجل الجنتين دا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن عدونهما جمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مددين على فرشه بطا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا من ضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاتهما ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهم خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الحيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متجين على رفرة خبر وعبقرهم حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والذكرى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشد يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان وأقيل الوزن بالقسط ولا تغفر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ومن نقلدات الأكمام والحفظ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفقران وخلق الجان من مارج من منا فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى المحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الأقلق والأرجقان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فال ويبقى وجه ربك يوجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والقر كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفروا من أقطار السماوات والقرض فانفروا لا تنفرون إلا بصدقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كدها فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عليكما شواب من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيحفظ من مواصر والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميئان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولون خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل ذاتهة سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان من خاف مقام 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 ربكما تكذبان فيهما عينا لنضافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاتهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الحيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم وناجاهم فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على رفرة الخبر وعبقرهم حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر